اكد سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون العلام ان كل موظف حكومي باختلاف مستواه الوظيفي قائد مسؤول عن عملية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي من خلال حرصه والتزامه بتحقيق اهداف مؤسسته الاستراتيجية والتشغيلية التي تصب في تحقيق الاجندة الوطنية لمملكة البحرين جاء ذلك خلال تقديمه محاضرة حول تجربة قيادية في القطاع العام لمنتسبي برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الادارة العامة لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية واضح الرمحي ان الارتقاء بمسوى اداء اي مؤسسة عامة او خاصة يتطلب توفير بيئة محفزة وابداعية للموظفين بما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق التطلعات التنموية مضيفا انه حرص خلال تجربته في وزارة شؤون العلام وعمله القريب مع الكوادر الوطنية المبدعة على اعداد استراتيجية علامية ترسم لاجنحة واذرع الوزارة المختلفة خطا مهنيا يوازي تطلعات المواطنين ويقدم لهم خطابا علاميا يلائم مختلف عمارهم وفئاتهم اضافة الى مساهمته في تحقيق الاجندة الوطنية بكافة مرتكزاتها المتمثلة في برنامج عامل الحكومة 2019-2022 والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وبرنامج التوازن المالي من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة للوزارة وقال سعادة وزير شؤون العلام ان مثل هذه التجمعة التي تجمع الجانبين العلمي والمهني في آن واحد التي يقدمها معهد الادارة العامة من خلال البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لكافة موظفي القطاع العام مشانها ان تخلق مجتمعات حكومية موحدة تجمع قيادات وطنية من مختلف مؤسسات القطاع العام والتي مشانها ان تخلق شبكة عمل حكومية تعمل على تشبيك كافة الجهود نحو تسهيل الاجراءات والخروج بمبادرات ومشاريع وطنية تخدم المواطن وتلبي تطلعاته من خلال رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لان الكوادر الوطنية الحكومية اليوم مسؤولة عن الارتقاء بالاداء الحكومي من خلال عطائها الوظيفي وتحقيقها للتطلعات المؤسسية حرص سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على تقاسم تجربته في القطاع العام مع منتسبي برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة بيبا ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية هذه التجمعات مبفقت خلال فترة البرنامج لانه صار فيه نوع من التوافق الفكري والعملي بينهم ان عكسه تواصلت معهم حتى لفترات بعيدة وليل يوم من اول دفعة ما زالوا يتواصلون مع بعض هذا التشبيك من اربع ما يمكن اللي ممكن انه يكون موجود عشان خدمة المواطن تطرق خلال اللقاء الى اهمية توفير بيئة محفزة وابداعية للموظفين بما يساهم في زيادة الانتاجية وتحقيق التطلعات التنموية متيمنا بتجربته في وزارة شؤون الاعلام وعمله القريب من الكوادر الوطنية المبدعة على اعداد استراتيجية اعلامية رسمت للوزارة خطا مهنيا يوازي تطلعات المواطنين ويقدم لهم خطابا اعلاميا يلائم مختلف اعمارهم وفئاتهم بالاضافة الى سعيهم المستمر لتحقيق الاجندة الوطنية بكافة مرتكزاتها همية اللقاءات انها تعطيك انطباع عن التجربة الشخصية لكل وزير وشلون هو تعامل بشكل اداري بحث مع جميع التحديات وخصوصا ان احنا في مجال تحدي حين نرتم سريع حق التطور في جميع المجالات تعطي فرصة اذا للتواصل المباشر بين المستوى المدرأ وبين الوزراء نفسهم فاحنا نستقي منهم التجربة الشخصية اللي مارسوها ونحاول نطبقها بشكل عملي في اعمالنا الحلو في البرنامج ان تتلتقي بجميع المدرأ المعينين حديثا او سابقا يأتي ضمن البرنامج اللقاء ببعض السفراء او القيادات او وزراء في مختلف الوزارات البحرين اليوم نتغينا سعادة وزير شؤون الاعلام وصار لنا الحديث معاها عن قرب والاستفادة من خبرتها في مجال الادارة تجمعا اداري حكومي جمع نخبة من القيادات الحكومية في مكان واحد لتبادل افضل الخبرات والممارسات الحكومية والتطرق الى رحلة القائد في تطوير جزء محوري من منظومة العمل الحكومي وذلك ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي ينظمه معهد الادارة العامة بيبا في اطار سعيه الى خلق مجتمعات حكومية موحدة تجمع قيادات وطنية من مختلف مؤسسات القطاع العام يحيى العمر لمركز الاخبار تلفزيون البحرين